أهلا وسهلا بيكو حلقة النهاردة موضوعها وعنوانها غريب رابطة الخيانة إزاي الخيانة تتحول لرابطة مش المفروض الإنسان اللي بيتعرض لخيانة يكسر هذه الرابطة بينه وبين الإنسان الخائن فالنهاردة هنشرح عن موضوع غريب جدا وهو من الأسئلة المتكررة في من الستات بالذات من المستمعات الستات وعلى جروبات الستات هتلاقوا كتير جدا ليه الست اللي كلنا عارفين إن الراجل اللي في حياتها سواء كان جوزها خطيبها واتفر بيخونها مع نص سكان الكوكب بتكون أكتر واحدة بتوزر الحب والرومانسية علنا خصوصا على السوشيال ميديا وتكتب له بوستات حبه وغرامه وتنديب أسماء دلع وتنشر صور رومانسية معاه وتهني بعيد ميلاده وعيد جوازه ومعيد العمال وتمثل إنها أسعد زوجها في العالم رغم تعاستها ورغم إن كل الناس عارفة إنها بتمثل إيه اللي يكبرها تعمل كده هل هي متخيلة إن دي شجعه كوه هي مش حاسة إنها مثيرة للشفقة بتصرفها ده هي فاكرة إن الناس مش فاهمين ومش عارفين الحقيقة وليه رغم إن هي عارفة إن هو بيخونها ومبهدل كرامتها في الأرض والناس كلها عارفة مكملة معاه ومش عارفة تسيبه مش الشخص الطبيعي المفروض لما يلاقي شريكه بيحب حد تاني ده سبب كافي إن هو يسيب العلاقة في الحلقة دي هنشرح بوضوح تفاصيل مؤلمة جدا عن شكل علاقة الخيانة عموما في كل أشكال العلاقات حتى في العمل وداخل الأسر ولكن خصوصا طبعا داخل علاقات الحب والزواج لما لها من خصوصية وإزاي إن ده بيقدي لقلم رهيب جدا للطرف اللي بيتعرض لهذه الخيانة هنتكلم إلا هلها أشرح إزاي الرابطة بدي بتتكون وبعد كده هقول لكم عشر علامات إن ده بيحصل لكم وست نصائح للتعافي فركزوا معي لغاية آخر الحلقة الحلقة دي طويلة وتقيلة شوي الناس اللي بتتعرض للموقف ده يمكن تتوجع شوي من الكلام اللي احنا بنقوله فزي ما بقول دايما حاولوا تبقوا جهازين نفسيا في الحلقات اللي موضوعها يعني عاطفي بالنسبة لكم لإن انتوا جوا المشكلة ودايما ورع وقلم مسكنها معاكو عشان تاخدوا نوتس تفكروا نفسوكو بأسامي الحلقات المتعلقة بي عشان ترجعوا تسمعوها يكتمل في زهنوكو الصورة من كل جوانب أي علاقة قوية تربط بين شخص وشخص آخر لازم تكون مبنية على الثقة من غير الثقة مفيش علاقة زي ما قلنا قبل كده التعريف العلمي للحب يعني ثقة زقة بهجة ببساطة مفيش بهجة وسعادة في أي علاقة مفيهاش ثقة لإنك طول الوقت هتفضل حاسس إن انت ما تحوك عليك وطول الوقت هتفضل متوتر الآن إن إنهاية العلاقة أصبحت وشيكة والشخص ده اللي فقد ثقتك بتصرفاته هتخلى عنك في أي لحظة المشاعر دي لا يمكن يبنى عليها علاقة نجحة ولكنها في نفس الوقت بتتحول هي نفسها هذي المشاعر السلبية السيئة جدا لرابطة مريضة مع الشخص الخاء بدل ما تتحول لطاقة غضب تؤدي لإنهاء العلاقة إزاي الفكرة الغريبة دي اعتياد الخيانة وتجاهلها من وسائل الدفاع النفسي ضد الشخص اللي بيخل برابطة سيثقة المتبادلة في العلاقات الشخصية سواء الأبوين والإخوة أو الشريكة أو أي حد قريب منك لما بتتعرض لأزى نفسي شديد من حد من وسائل دفاعك النفسي إن انت تحاول تنكر إن ده جرالك عشان تقدر تستمر في العلاقة العلاقة اللي فيها أحد طرفين خائن للعلاقة ولثقة الطرف الآخر والطرف الآخر مكمل في العلاقة علاقة معقدة جدا من الجانبين وفيها رابطة إدمان عاطفي للأزى ده نفسه يعني الأزى نفسه بيتحول لجزء من ارتباطك بهذا الشخص عكس الشخص الطبيعي طيب الجانب الخائن بيكذب ويخبي لغاية ما يتكشف ما فيش حد بيروح داخل من أول علاقة من أولها كده يقول على فكرة أنا خائن ما حدش هيدخل معاه في الريليشنشف لكن هو بيكذب ويخبي ويمثل إن كل حاجة تمام لغاية ما يتكشف بعد ما يتكشف بيضطر يستخدم وسائل دفاع إضافية فيها تلاعب نفسي وعقلي بالضحية تخليها تتعرض لما يشبه غسيل المخ فإما تنكر وقوع الخيانة وتعيش في حالة إنكار وكسبة على نفسها وتجاول تام لما يحدث كأن ده ما بيحصلش كأنها مش شايفة خالص عشان تعرف تعيش أو تتحول للتبرير للمعتدي وتشك في نفسها إن هي السبب في اضطراره لخيانتها زي ما شرحنا في حلقة حيلة الشعلالة الجاسلايتسين زي ما بنشوف كمان في المجموعات النسائية الستات بتقول لبعض شوف أنت مقصرة في إيه وصلحي لإن أنت اللي مش مال يعينه الضحايا بيتحولوا لقروض طائرة للنرجسي ضد بعض في حلقة كاملة بتشرح ده وتاني بفكركم ليه بحذر دايما من مجموعات المشاكل اللي ده شكل النصائح فيها لإنها بتكمل شغل النرجسي في غسل مخ الضحايا الناس اللي جوه جروب اللي بيكرروا هدي النصائح في الحقيقة بيكرروا نفس اللي بيحصل جوه مخ النرجسي ونفس حيال التلاعب اللي بتدمر الضحايا فاخدوا بالكو جدا وانتوا بتتعرضوا لهذا الضغط النفسي الشديد لإنه لما يصدر من الناس كتير قوي بيبقى شكله صح وبتحسوا إن انتوا اللي غلط مع إن هم اللي غلط الخيانة على فكرة مش بس خيانة جنسية ممكن يبقى المعتدي بيسرق فلوسك مثلا ويبددها وكل مرة يطلع لك بحجة شكل كتير منكو قالوا في التعليقات في الحلقات السابقة إن ده كان بيحصل لهم من الزوج أو الزوجة وبعد كده اكتشفوا إن مثلا الزوج اللي بيدايق عليهم وبيدعي الفقر وبيقول إن فلوسه راحت في بيزنس أو في بروجيكت أو في واتفر ويستلف منهم ويبدد الفلوس دي طلع متجاوز عليهم وشاري بيوت وأملاك وعايش بفلوسهم في منتجه السعادة والساعة مع حد تاني أو لقوا إن الزوجة طلعت بتاخد الفلوس بدعوة أي حاجة تسد ديون عندها مشاكل هتخش السجن وتصرف على قريبها من وراء أو أي سبب تاني غير اللي أخدت الفلوس عشان كل دي أشكال من أشكال خيانة فإحنا مش بس بنتكلم عن الخيانة في الحب والعلاقات ولكن طبعا الخيانة في الحب أسوأ بكتير لإن هي ليها أسس نفسية أقوى بكتير طيب فيه كمان خيانة الأبوة أو الأمومة ودي مؤلمة جدا لما الأم النرجسية بدل ما تعطي حنان وتفهم وتحفظ أسرار أولادها يفاجئوا إنها بتستخدم بتستخدم الأسرار والمعلامات دي لمصلحتها وبتزيع أسرارهم وبتسخر منهم قدام الناس وتقلل منهم قدام قريبهم مثلا فكده خيانة أمانة ثقاتهم فيها صح والأب النرجسي بدل ما يعطي حماية ومسندة ونصيحة يعمل العكس يتحول هو نفسه لمعوق للتقدم والمصدر للسخرية المستمرة والتقليل والتصبيت من عزيمة أي حد من ولاده في محاولاته للتقدم وممكن كمان أسوأ من كده يتحول لعائق للزواج خصوصا للبنات باعتبرهم ملكية شخصية له بعضوك وقالوا لي في التعليقات الكلمة دي بالذات كانت بتتقلهم أنت ملكي لبنته فطبعا ده شيء مخيف في نفس الوقت نفس الأب ده اللي بيعوج حياتهم ده وبيوقف في عشيتهم تماما بيتفاخر بنفس أولا الأولاد أمام الناس باعتبرهم إنجازوا الشخص فالعلاقة المعقدة جدا دي موجودة تفاصيل كتير عنها في حلقات الأب النرجسي والأم النرجسية وحلقة الأسرة النرجسية ده بيحصل خصوصا لما الضحايا رجل أو ست تكون معتمدة على الشخص الخائن ده في الحياة أو في المصاريف طبعا في حالة الأبناء والأب والأم وواضح الموضوع برضو في حالات الزوجة لما يكون الزوج هو اللي بيصرفه وهي ما عندهاش مصدر دخل فهي معتمدة عليه وفي نفس الوقت بدأ يؤذيها لأنه عارف كده كويس عارف إن هي مش هتمشي لأنها معتمدة عليه فبيبدأ إيه بقى فيه ديناميك نفسي بيخليها تحاول تدور على طريقة تضحك بيها على نفسها عشان تستمر في العلاقة في الشغل كمان فيه موظفين وموظفات بيقبلوا يستخدموا بأشكال مختلفة حتى استخدام جنسي في مقابل المرتب مثلا خوفا من فقد الوظيف عشان محتاجين فلوس طيب إزاي النرجسي بيخلس توافق على الاستغلال والاستخدام البشع ده إزاي بيوفق رابطة الخيانة بما إنه متلاعب محترف بالمشاعر فهو زي ما اتفقنا في حلقة دورة الاستغلال النرجسي عمدا يجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص اللي هو هيتعامل معاه ده في بداية التعارف في شبورة الاهتمام بتاعة اللوف بومينج القصف العاطفي أو الإغراق الرومانسي اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقة دورة الاستغلال النرجسي من الحاجات اللي بيصر إنه يعرفها كويس قوي مخاوفك نقاط ضعفك أحلامك عايز إيه مش عايز إيه بتخفي من إيه ما نفسكيش في إيه متوترة من إيه بعد كده بيتعمد بقى يستخدم هذه المعلومات لاستخراج أسوأ مشاعرك ومخاوفك السلبية ويفتعل الخناقات لأن وإنتوا تحت تأثير الغضب والانفعال العاطفي الشديد ده إنتوا تحت سيطرته النفسية تماما فيه نرجسي بيعمل حيلة بشعة الستات بالذات أكيد في منهم كتير جدا عانوا من هذه الحيلة بيجي هو شخصيا يعترف لك ويواجهك إنه هو بيخونك مواجهتك بخيانته دي إحدى وسائل التلاعب العاطفي القوية جدا حيث أنها ليه بقى بتستدعي عواطف عنيفة منك جدا أنت ده وجهة الواجهة ده هو اللي بيقولك الشخص اللي أنت بتصقي فيه حميها حرميها زي ما بيقول وبدل ما هو اللي بيحميك ويوفر لك الأمان والثقة هو بيواجهك واجهة الواجهة عادي جدا كده من فجأة من عنده إنه هو مصدر الأزم فطبعا هيحصل إيه عواطف عنيفة وبكاءه صراخ وانهيار وإزاي تعمل فيها كده وحاجات من النوع ده دي البيئة النفسية اللي النرجسيين بيسعدوا بيها جدا لأنها تعطيهم السيطرة زي ما قلتلكم قبل كده الشخص العادي لما بيواجه غضب خصوصا حتى الغضب النرجسي بيتخد ويخاف عصفة الغضب دي حاجة مؤزية ومخيفة للشخص الطبيعي لأنه بيتأثر نفسيا وعاطفيا لكن النرجسي بيستدعي الغضب عمدا في الضحية لأنه ما عندوش إحساس بيك ولا تعاطف معاك فهو لما بيواجه غضبك وثورتك مهما كانت عنيفة ما بتأثرش فيه نفسيا وعاطفيا زي ما أنتو بتتأثروا لما تواجهوا غضب وثورتك لأنه مش حاسس خالص بعمق المشاعر اللي طالع منك وانتو بتعبروا عن الألم والأذى اللي شعرتوا بيه لما قالوكوا أنه هو بيخنك رد الفعل خيانته أو مصرحته لكم بالخيانة دي هو بالنسبة له مش عارف اللي حصل جواكو بس هو عارف كويس رد الفعل ومستنيه زي ما شرحنا قبل كده فممكن تلاقوه بارد تماما في مواجهة العصفة دي بشكل يصير الغضب أكتر ده غير أنه كمان ممثل بارع وبيستوحي حياته من الدراما زي ما شرحنا في حلقات النارجيسي والدراما فبالنسبة للنارجيسي جميل جدا المشهد التراجيدي ده يبدع فيه ويقلت شخصيته المفضلة وينزل على ركبه ويبكي ويتوسل ويبوس رجلوه ويظهر ضعفه ويدعي أنه هو جاي اعتارف عشان يتوب ويطهر نفسه من الاسم وهو خلاص رجع أحسن من الأول وأرجوك وتقبله كل ده مزيف وتمثيل مفيش أي حاجة هتتغير التفاصيل هتلاقوها بقى في الحلقات الاتية دي تكتبوها لازم تسمعوا الحلقات دي حلقة افتعال الخلاف للحصول على لذة الصلح حلقة الاستفزاز وصناعة الفوضى حلقة الغضب النرجيسي حلقة دورة الاستغلال النرجيسي حلقة النرجيسي والدراما الحلقات دي فيها باقي الصورة للبازل قطعة البازل اللي أنا بديها لكم دلوقتي دي دايما بيزد على اللي فات فأرجوكوا دايما ترجعوا للحلقات اللي فات هو بيعمل كده ليه؟ مش خايف يفقدكم؟ يعني هو مش خايف لما يستثركوا جدا جدا فيقوم رد الفعل الطبيعي يبقى أن انتوا تقوموا تجروا من العلاقة دي بالعكسة خلوص لما بتقعوا في حفرة المشاعر السلبية المظلمة والصدمة والحزن والغضب الإنسان الطبيعي بيفقد الاتجاه دا بيزود عندكم الاحتياج الشديد للعودة للمشاعر الإيجابية والحب والرومانسية لأن سحبها منكم فجأة بهذا الشكل المدوحش عمل لكم صدمة عاطفية وقف دورة الإدمان لهرمونات الحب والسعادة اللي نرجسين عملوها في بداية العلاقة عشان اللحظة دي تحديدة نرجعه لحلقة الارتباط المرضي فيلا الهول بقى انتوا اللي هتدوروا عليهم وممكن انتوا اللي تعتذروا لهم وتجروا وراهم وهتبقوا جاهزين لتسديق الأكاذيب إنهم مش هعملوا كده تاني وإن هنزعوا عدد وإنهم اتعلموا الدرس وفقوا فجأة وإنهم رجعوا ربنا وهيبطلوا زنة وسرقة وكسبوا خداعوا الدعاء وإن كل حاجة هترجع زي الأول وحسن ويبقوا هم بيمثلوا السيناريو اللي هم كاتبينه ده وإنتوا عارفين إنه سيناريو بس بتتحكوا على نفسك بتكملوا عليه من عندك وتقنعوا نفسكو تماما وتسكتوا شكوكو وتنقيموا ضمركو عشان نفسكو تصدقوا عشان نفسكو المواقف ده يذهب من حيث قاتة كأن لم يحدث كأنه ما حصلش إنتوا عايزين تنكروا تماما المواقف المؤذي المؤلم اللي تعرضتوله ده وده رد فعل طبيعي عند أي إنسان عادي بيتعرض لصدمة فبتستدعوا الإنكار الإنكار هو أول رد فعل لأي صدمة في حياة أي إنسان لو واحد عمل حادثة بالعربية بيجرى له شوية وقت بعدها كان مش مصدق اللي حصل لو حد مات قدامه بيفضل شوية كده كأنه تخبط على دماغه مش فاهم اللي بيحصل ده بالضبط اللي بيحصل لكو صدمة عاطفية فهو عارف كويس إن الرياكشن بتاع الصدمة العاطفية هو الإنكار بيساعدكو تستدعوا الإنكار ده وتعيشوا فيه بكامل إرادتكم طبعا ولا حاجة من اللي هو بيقولها لكم والحاجة جدي صح ده أنتوا اللي بتعملوا إسقاط لأمنياتكم عليه زي ما شرحنا قبل كده في حلقة الوعود الكذبة بتساعدوا النرجسيين في تجهيز كل الوقوع في دورة الاستغلال النرجسي زي ما شرحنا في حلقة بيخونك ويغير عليك وتجهيز عقلية الضحايا سمعوها ضروري جدا الحلقة دي حاجة كمان النرجسي بيحب جدا العلاقات ثلاثية الأطراف اللي قلنا عليها اسمها لازم بقى فيه الطرف تالت في العلاقة بيدركوا ببعض ويقف يتفرج زي ما شرحنا في حلقة النرجسي وتعدد العلاقات وحلقة حريم النرجسي لازم يفضل طول الوقت محسسكم بالتهديد من عدو خفي كده بيجري وراء عشان يخطفوا منكم وإنكم لازم تدفعوا عن نفسكم وتتمسكوا بيه وتحاربوا الطرف التالت الخفي ده حتى الموت هو كده في قمة السعادة بعد ما خلق الحرب دي عليه لإنه كده بيشعر بأهم حاجتين عنده أهميته وسيطرته عليكم إنتوا سمعتوني قبل كده بقول لكم إنتوا ضحية فقط أول مرة تكتشفوا التلاعب أو تتعرضوا للخيانة أو الإذاء العاطفي والبدني بعد كده فقدتوا لقب ضحية ده ليه؟ لإنكم أصبحتوا مختارين لدور الضحية طواعية لإنكم وفقتوا على الاستمرار وتقبل الحجج الوهية والاعتذارات المزيفة وإنتوا عارفين كويس النهاء كذيب صدقتوا بمذاكك عشان خايفين من قلم لانفصال أو مكسوفين تعترفوا إنكم أخطأتوا أو اخترتوا غلط مش عايزين تواجهوا الناس اللي حواليكم بإن أنتم هتتراجعوا في قراركم ده الخطر في الاستمرار زي خطر الجرعة التانية من المخدرات بالزبط بعد أول جرعة يبدأ الإدمان ولكن يمكن التخلص منه مع كل جرعة بتاخدوها بنفسكم تزيد مقاومتكم المخدر وتحتاجوا للمزيد منه بمعنى آخر فرصة إضافية للمعتدي يزيد من شدة الاعتداء ومن وقاحة الخيانة ومن مواجهتكم بيها ومواجهة الناس بيها وتبقى مشكلت كنتو إن أنتم تغطوا عليه لغاية ما توصلوا إنها بتحصل قدام عينكم وبعينموكم وإنتوا سكتين وكمان بتبرروا وكمان بتلوموا نفسكم فأرجوكم من أول مرة خدوا موقف قوي وحاسم واستعينوا بمسندة أساركم مهما كان ده فيه إحراج ليكم وجيبوا أي حد كبير النرجسي بيعملوا حساب وحطوا بيعملوا مواجهة قوية حاسمة يعني فيها شيء من القوة وإعطوا مهلة زمنية واضحة للتغيير والالتزام وإلا لانفصال النهائي بلا رجعة بجد تكونوا قصدين ده بصحيح مش تهويش ليه؟ لأن عند التكرار أصبح ده طبع ومش هيداير رجعوا لحلقة الفرق بين الشخصية والسلوك هتعرفوا تضبطوا توقعاتكم مفيش حد بيغير طبعه وشخصيته الخيانة المتعمدة المتكررة ما هياش مجرد سلوك ممكن تغييره ده في معظم الأحيان إدمان مرتبط بمشاكل تانية كبيرة في الشخصية منها النرجسية وهتلاقوا التفاصيل في حلقة النرجسي وإدمان تعدد العلاقات اتفرجوا مثلا على بوستات الضحايا في المجموعات النسائية الشكوية اللي في المجموعات النسائية هتوزهلوا من تكرار نفس السيناريو بنافس التفاصيل وهتشوفوا أن صاحبة الشكوى بتحكي منتعى البرود تفاصيل الخيانات المتكررة وبتطلب طريقة توقفوا بيها أو تتعايش بدون ألم مع الخيانة المستمرة عشان هي مش قادرة تستحمل مش بتدور على طريقة تنقذ نفسها بتدور على طريقة تتحمل بيها المزيد من الأذى وحتلاقوا اللي بره القصة مصدومين هي مستحملة كل الأذى ده ليه فحتلاقوا بعض الردود غاضبة بشدة أكتر من ضحايا نفسها ومنفعلين بنياب عنها وهي متبلدة تماما مش شايفة أي مشكلة لأن هي أصبحت مدمنة وهم فايقين السكران ما بيبقى الشايف نفسه الفايق اللي بيعدي جنبه هو اللي بيشوفه ويستغرب من تصرفاته فبنفس الشكل بالزبط الشخص اللي اعتاد الأذى أو اعتاد الخيانة الخيانة جزء من الإذاء ما هي دورة دورة الأذى رجعوا لها في الحلقة في حلقة بتشرح دورة دومستيك فايلنس يعني هتلاقوا فيها التفاصيل إن دي دورة متكرمة وابتخلصش وإنها بتزيد في الشدة مش بتقل فالشخص اللي جوه الدايرة دي عمال يلف في الطحونة دي مش شايف خالص اللي بيحصله اللي بره هما اللي بيجوا شايفين لذلك دايماً زي ما بقول لكم من أول التكنيكس اللي بيعملها النرجسي للسيطرة عليكم يقطع كل علاقاتكم بالناس القريبين منكم عشان ما حدش ينبهكم إن انتم في الحلقة زونة دي بيتلفوا في الدايرة دي زي ما شرحنا قبل كده في حلقة الارتباط المرضي كل شوية هيحدف لكم شوية حب واهتمام عشان يخليكم مستمرين في الإدماء لإنه لو فضل وحش على طولها تنتبهوا ودي مصيبة تانية إنه كل ما الضحية بتبدأ تنتبه وتفقوه ترفع راسها يروح مغرقها حب واهتمام فيروح قافل الميكانزم الدفاع النفسي الحقيقي اللي اتفتح ده اللي بيقول لها الحقيقي نفسك هتروح يفداه ونبدأ الدورة من الأول هو مستمتع وشايف تأثيره المدمن عليكم ومبسوط جدا وهو شايفكم منهارين وبتبكوا فقدين القدرة على الحياة نتيجة القلم اللي هو سببه لكم وهو كده متأكد إن انتم مرتبطين بيه قد إيه إن أكيد مش هتستحملوا المعاملة دي من حد تاني ما هو عارف إن الشخص طبيعي لما بيتأذي بيجري فبما إنكم بتتأذوا قاعدين يبقى أنتم مرتبطين بيقاعدين فهو كده ضمنكم وإنتوا كده بتتديه المفتاح فيه ده أكتر وبما إنكم ممشيتوش فده معناه إن هو مستولي عليكم تماما هو عايش على الشكل ده من الاهتمام وشاعر بسيطرته التمى عليكم وده بيعطيه إحساس رهيب بالقوة والسيطرة والتحكم ده الوقود النرجسي اللي ممكن يعمله أي حاجة للحصول عليه أنا دايماً زي ما بقول في الحلقات الكلام موجه للرجالة والستات فيه ستات كده أو فيه ستات كده وبالتالي الجميع معرض لهذا الشكل من إدمان الخيانة من رابطة الخيانة اللي بيكونها الشخص النرجسي عند الضحايا طبعاً ده يخليكم تركزوا كل تفكيركم وتقيدكم عام ما هو لما يبقى مصدر في حياتكم سبب لكم كل هذا التوتر والخوف والرعب والقلق ويترأي والشك والبتاع هتسيبوا حياتكم خالص وهيبقى كل تفكيركم وتقيدكم معاهم هتنسوا حياتكم أهلكو أصدقائكم واهتماماتكم وشغلكو هتبقوا حالاتكم بلاء أزرق وصحتكم نيلة بنيلة وانتو مش دارينين كل ده وانتو مش دارينين عملين تقعوا وتقعوا وتقعوا كل يوم الصبح تبصوا في المراية انتو شفاهمين مين اللي في المراية ده وتقعوا أكتر وتقعوا أكتر ليه؟ عمل بيسحب طاقتكم عمل بيسحب اهتمامكم هو بيعيش عن وبيحصل عليه بأي طريقة بالخير والشر فانتو كده عملين تفكدوا حياتكم لصالحه لغاية ما هتخلصه ويرميكه ويجيب جديد بتتحولوا لشيء يدور في فلك النرجسي وحياته واهتماماته وده من أهداف النرجسي في تطوعكم زي ما شرحنا في حلقات الاستغلال والتلاعب بحيات الاستغلال والتلاعب بشوفوا اسمعوه لذلك دايما بحذر الناس اللي لسه على البر الناس اللي لسه في بداية التعارف في بداية الخطوبة ما تكذبوش إحساسكم ما تتجهلوش علامات الخطر ما تبرروش للمتلاعب ما تخلوش نفسكم تتحولوا اختياريا لضحية ما تتخيلوش ان كل حاجة هتتغير او تتصلح بعد الجواز والكلمتين الحلوين اللي بيقولوهم الستات الكبار اللي ما كانش عندهم هزي المعلومات استفيدوا بالمعلومات الجديدة المبنية على بحث علمي وعلى علم النفس في ان انتو تنقذوا انفسكم من الوقوع في علاقات موسيقى ما تسمعوش كلام الكبار انا اسفة اي حد كبير بيسمعني دلوقتي انتو غلطانين يا جماعة مفيش حاجة اسمها خديه وصلحي مفيش حاجة اسمها الصايع او متعدد العلاقات او الخائن او الزاني بيتصلح بمجرد ان هو يتجاوز وانتو اكبر دليل على كده انتو اللي سمعيني دلوقتي ارجوكوا وجهوا نفسكوا بصوا في المراية وتأكدوا ان انتو نفسكوا غلطتوا هزي الغلطة بتعلموها ليه الاصغر منكم معلش انا اسفة على انفعالي بس هو شيء مقلم نفسي ان الواحد يشوف حواليه نفس الاذى بيتكرر دورات واجيال 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 والجيل المأذي بيعلم الجيل الصغير يتقذي ازاي دي حاجة بجنن انا مش عايز شوف ده تاني ارجوكوا الناس اللي بتسمعني على الاقل انقذوا نفسك يا جماعة اطلعوا من هذا الاذى لايمكن شخص مؤذي فجأة بيتحاول ملاك الناس بقى اللي بتقوللي في تعليقات ربنا قادر على كل حاجة والمعجزات والبتاعات ربنا قادر على كل حاجة طبعا بس احنا مش في زمن المعجزات بطلوا اتحاقوا عن نفسك واجهوا الحقيقة واتخذوا قرارات في حياتكو وبطلوا سازجة مفرطة انتوا ما زلتوا بعقلية الضحايا فارجوكوا اطلعوا من هذي الدائر مشكلتي الكبرى وحنا بدأنا نتكلم في حلقات المجتمع النرجيسي ونكمل عليها ان شاء الله المجتمع النرجيسي للأسف متقبل ان تعدد العلاقات حق من حقوق الزكر حتى لو متجاوس وبيلاقي طريق ان هو يغفر له هذه المصيبة فيبدأ يكرر نفس وجهة نظر النرجيسي نفسه ويستخدم نفسه اسلوب الجاسلايتينج الشعللة ضد الضحايا لما خطيبة او زوجة تنهي العلاقة بسبب ان الزوجة او الخطيب زاني متعدد العلاقات بيتقال لها انت اللي هدتي البيت انهي بيت ده بالضبط نفس منطق النرجيسي اللي لا يقبل اللوم ولا يتحمل مسؤولية افعاله ويلوم الضحايا على ما فعل ويعمل لها شعللة جاسلايتينج لغاية ما تشكف نفسها ان هي الغلطان مين اللي هدى البيت اللي ماعملش حاجة وتخان ولا اللي قرر بكامل ارادته يفسخ العقد ويلوث العلاقة ويعصي ربنا ويعرض نفسه وزوجته واولاده للامراض الخطيرة ويشوه سمعته سمعت اولاده سمعت بيته ويقذي شريكة حياته من غير زنب ويزله ويكسرها ويجيب لها المرض النفسي والعضوي مين الهد البيت لكن المجتمع النرجيسي بيتكلم باللسان النرجيسيين لسانه طويل العيب على اللي ربطه متحرش العيب على اللي اثرته بتاع الستات العيب على اللي مش مال يعينه اتجوز عليها العيب على اللي خطفته تفتكروا ده منطق مين ايه رأيوكو منطق الجاني ولا منطق الضحية منطق الجاني بتكرروا منطق ده الجاني على الضحية الراجل ما بيغلطش والستات هي اللي غلطانة على طول الخط المنطق ده غريب وعيب في حق الرجال على فكرة لانه بيتهمهم انه هم مجرد رد فعل لأي ست مفعول بهم وملهمش سيطرة على افعالهم ولا اختيار في حياته وده معناه الخضوع التام لسيطرة الستات فيه راجل عربي او شرقي يحب النديد بقى صورته في حين ان المفروض الراجل الحقيقي قوي ومستقل ومختار ومسؤول بيحترم اللي ربطه واللي اتجوزته والمتوقع منه النخ والحماية في الشغل والشارع والبيت وبيتحمل لوحده مسؤولية افعاله مش بيرميها عليها عنده ثبات فعال وقوة تحكم في تصرفاته ومسيطر على رغباته وشهواته مش سعيبة هيا اللي تسوقه لانه بالغ عاقل وارادة مش قاصر ولا فقد الاهلية ولا مسلوب الارادة ده رجولة الحقيقة لذلك بزعل جدا وبستغرب لما اسمع راجل بيردد نفسي هذا المنطق المريض ومش شايف فيه حاجة غلط انت كده بتشلم نفسك على فكرة ففوقوا يا جماعة ركزوا شوفوا من فين بتجيبوا الأفكار اللي بترددوها واللي بتقتنعوا بها لنفسكم لذلك بكرر تاني تحذيري للي لسة على البار ستاته ورجالة وخصوصا اللي خبرته مليلة في الحياة ما تقمروش بحياتكم وانتو شايفين علامات التحذير الخمراء بوضوح ما تصدقوش الهبل بتاع خديه وغيريه كل حاجة بتتصلح بعد الجواز خصوصا زي ما قلت لو عندك سازاجة مفرطة بكرر تاني او مثالية مفرطة اسمعوا الحلاقات هتلاقوها في قائمة مهارات نفسية مهم نقول بقى عشر علامات واضحة انكم بدأتوا في اعتياد الخيانة وتكوين رابطة ارتباط مرضي مع النرجسية انكم تتأذوا وتدفعوا وتبرروا السلوك المؤذي للأسرة والأصدقاء انكم قطعتوا صلاتكم بكل اللي حواليكم عشان مكسفين ومش عارفين تبرروا اكتر من كده انك مصدقة انه يصحف يوم حصلوا معجزة وتغير دي في حد ذاتها علامة من ان انت واقعة في اعتياد الخيانة يا الستات ياللي بتقولولي ما هو احنا لما نقعد نصبر عليه كل حاجة حتتصلح انك تبقي مسدقة انه يتعالج بانك تنكري وتستحملي وتبرري وتحبيه قوي في حبك يحاول الشيطان لملاك مفيش حاجة اسمها كده ان علاقتكو عبارة عن خناقات وشك ومواجهات وتلاعب وتنشن ومشاعر سلبية دي مش علاقة هلسي ابدا انك بقيت متوقعة الخيانة الجاية ومستنية تفاصيلها كامر واقع ان حياتك بقى فيها اعتياد للخيانة فكده انت اتدربتي تماما على تقبل الخيانة انك بقيت مصدقة ان كل علاقاتك ده وهو ده الحب ودي مصيبة تانية من مصايب المجتمع النرجيسي اللي الستات بتعمل براين واشنج لبعض بياه انك بدأت تشكي في نفسك ان انت اللي ظلمها او تسببتي في الخيانة رغم انك شايفة التفاصيل عكس كده وبتكذب عنيك ومشاعرك عشان تتحكي على نفسك وتستمري كده معناها ان انت متعرضة تماما للجاس لايتي بتتجاهلي التصرفات المؤذية لدرجة الخطر وتركزي في التصرفات الايجابية واحد شفتيه مع واحدة تانية مثلا شفتيه بعينك تعودي تقولي لنفسك بس هو واسيم وابن ناس ومركز ووظيفة وعنده عربية وفيلا كذاب وخاين بقى معلش بس هو عنده كل حاجات الحلوة دي مش عارفة فين فين الواجه المقارنة يعني نفس الفكرة الغريبة اللي بنشوفها في الشكاوي الستات حنايا وبيحبني وبصرف علي بس بيضربني وبيشتمني وبيخلني وبيقتصبني دي من القصص المتكررة في شكاوي الضحايا وهتلاقوا كتير منها جدا اونلاين تعبر بشدة عن ناس واقعة في علاقة ارتباط مرضي انك تكوني لسه مصدقة انك هترجعي لمرحلة الخداع الاولى بتاعة الاغراق الرومانسي الوف بامن ورفضة تصدقي انها كانت تمثيل وخداع وتزييف الهدف الوحيد منها والاقع بيك طيب نعمل ايه عرفنا ايوة الحاجات اللي قلناها دي موجودة نتصرف ازاي بقى اول خطوات التعافي هنقول ستة نوعات مهمة اول خطوات التعافي قبول الواقع مواجهة الحقيقة تقبل انه مش هيتغير وان انت بتتعرضي الاذاء وان اللي بيعمله متعمد مش غصب عنه وان حبك مش هيغيره وانك خسرتي رهان وتصرفتي غلط واخترتي غلط ولازم تنقذي نفسك حالا باقل الخسائر كل تطويل معناه زيادة الخسائر لحد قد يصل للتدمير الصحي التام ارجوكوا اسمعوا حلقة مهمة جدا اسمها التكلفة الصحية للبقاء في علاقة نارجسية ودايما شوفوا التعليقات تحت الحلقة دي بزيد عشان فيها قصص الناس الواقعية عشان تتعزوا وتصدقوا ان فيه تمن مريع مخيف للضحك على نفسكوا بهذا الشكل انك تصدقي العلامة النصيحة التانية ان انت تصدقي الخبرة المتكررة مش الوعود الكاذبة تصدقي اللي بيحصل مش التهيئات او الكلمتين الحلوين اللي بتسمعيه انت بتسمعي كلام حل ملوش اي علاقة بالتنفيذ في الواقع وعمره ما تنفذ في الواقع وكل مرة رغم ان انت ما فيش اي خبرة سابقة بتقول ان الوعود دي بتتنفذ كل مرة بتتحكي عن نفسك تاني وتصدقي الوعود تاني اللي كان عايز يتغير كان زمان يتغير او على اقل حاول محاولات جده شوفتيها بعينك لكن كلام كتير من غير فعل ملوش اي مبرر الا تعمود الإيزان تلاتة لازم تستعيدي علاقاتك اللي دمرها انرجسي وتستشيري حد بتصقي فيه مهم جدا ان انت تسمعي نفسك بتقولي بوضوح انك فهمة اللي بيحصل وتقبلتي انك كنت بتكذبي على نفسك ده في حد زاده خطوة مهمة جدا في طريق التعافي لذلك الكلام نفسه يعني فيه therapy اسمها talk therapy ان انت تتكلمي تفتفضي مع حد بس تكوني تصحك فيه كويس جدا الفكرة دي ده في حد زاده علاج جزء من العلاج حاجة كمان ابعيدي تماما عن الناس اللي هترجع تتهمك انك بتبالغي او حساسها زيادة او كل الناس كده وعيشي وصبوري والنصائح الغالية اياها المنيلة اللي انا حذرتكم منها في حلقة خطورة المجموعات النسائية ارجوك ورجعونا كمان نقطة ما تديش اي تنبيه ان انت فوقتي ولا تتخنقي ولا تزعقي ولا توجهي حلقة ينفع ان اقول للنرجسي انه نرجسي ولا لأ روحوا اسمعوها ارجوك وعشان المصايب اللي بتعملوها لما تقرري وتزبطي امورك وتتخذ احتياطاتك اتخذ قرارك الخاص بيك انت فجأة وخرجي من العلاقة تماما الى غير رجعة ما تشعريش بالثقة والقوة الزائفة فتروحي تقول له على فكرة انا عرفت بقى ان انت مش عارف ايه وقررت بقى ان انا هحمي نفسي منك ما انت كده يا عبيطة بتديله تاني ان هو يقدر يئذيك ازاي تاني يعني بتفتحي على نفسك الباب تاني فا ايه وعي تعملي كده لو كان فيه تعقيدات نفسية او قانونية في القصة بتاعتك ارجوك يستعيني بمتخصصين محامي كويس دكتور كويس الجائل اهلك اطلب الحماية ما تعمليش فيها ابو علي ان انت في الحالة اللي انت فيها دي في اسوأ حالتك فاضعف حالتك انت مش ابو علي لو فيه اطفال اسمعي حلقة اطفال الطلاق فيها تفاصيل كتير واسمعي حلقة هليمكن علاج النرجسية فيها الفرق بين الشخصية والسلوك عشان تتأكدوا ان ما فيش حاجة بتتغير في شخصية الشخص البالغ الا شخصيته فيها مشكلة ميجر بهذا الشكل واسمعوا حلقات قائمة حية للتلعب والسيطرة قائمة التعافي حلقات التعافي هتلاقوا فيها معلومات مهمة جدا القوائم هتشوفوها على الشاشة دلوقتي دوسوا عليها هتروح مباشرة وده هتلاقوه في اخر كل الحلقات دايما القوائم المتعلقة بيهدسوا عليها على الشاشة تروحوا داييركلي انا اتكلمت كتير النهاردة بس ارجو ان اكون وصلت لكم معلومات مهمة تفيدكم واتمنى لكم السعادة واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله